برطوبة بتاعتها في درجة حرارة مرتفعة رطوبة رطوبة طبعا صعبة جدا بس بتبقى جميلة وقعد على البحر قعدين على الكافيهات والمطاعم واللي قعد في فندق واللي قعد في شقة واللي مققر بيت اسكندرية جميلة شايف اسكندرية طب زي كده كان في كل حتة في مصر كده كل حتة السحل الشمالي كله كان كده مطروح كانت كده بالمناسبة مطروح عندهم مشكلة مية بقى لها كم يوم وكلموني شيوخ من مطروح كلموني شيوخ من مطروح في أجس العيد كلموني وزعلنين زعلنين عندهم أزمة مية قالوا لي معقولة يبقى عندنا أزمة مية في مطروح بقى لها كم يوم بقى قولها حاكم في أجس العيد ما كانش فيه وقت مبارح فأيضا لهم كل التحية أهلنا في مطروح السويس كمان عندهم أيضا جزء أزمة مية يعني فيه حاجة ما الحاجات دي كمان لازم تتشاف شكاوى في العجمة أيضا بيشتكوا عندهم مشكلة مية الحاجات دي يا جماعة يعني مع المحليات مع السادة المحافظين مع كل وزير مسؤول عن الملف ده لازم الكلام ده يتشاف يعني ينفع في بيت ما عندوش مية ينفع ينفع ناس في الصيف ولا في الشتاء ولا في أي وقت المية الحياة المية موجودة وفيه حياة حياة البشر الماء المياه ينفع بعض المناطق ما فيهاش مية أو المية مقطوعة بتكلم على السويس بتكلم على العجن بتكلم على مطروح بعض المناطق في المطروح ينفع الكلام ده ما لازم نشوف الحاجات دي كل المسؤول يشوف الكلام ده يتعمل ازاي فيه ناس بيشتروا مية بيشتروا مية بتروح لهم فناطيس باية كبيرة دي وتقف والناس تاخد جراكن وتعبي لا ما ينفعش ما ينفعش كل ده يتشاف كل ده نبص عليه من كل ده مع بقى يعني حاجات لانه خلي بلحظ لكم موضوع الكرابة ده بيأثر بيضرب في مليون حت في مليون حاجة فنبقى شايفين أدوار عليا في بعض أدوار عليا ما فيهاش مية بتوصل لها مواتير فيها مشكلة فيه مشكلة في بعض المناطق ما فيش تعاميم ولكن بتكلم على بعض المناطق بيبقى فيها الكلام ده